كان ضابطاً في الحرس الجمهوري السوري لكنه انشق عن النظام السوري مع اندلاع الاحتجاجات قاد العديد من الكتائب وشكل لواء أحفاد الرسول لكنه اختفى فجأة بعد اتهامات وجهت له من الجيش الحرة فما قصة الرائد ماهر النعيمي في العام 1976 ولد ماهر رحمون النعيمي بمحافظة حما التحق بالجيش السوري وعمل ضابطاً في الحرس الجمهوري تدرج في الرتب العسكرية وعندما أصبح برتبة رائد أعلن انشقاقه عن الجيش السوري بعد اندلاع الاحتجاجات السورية في عام 2011 لأنضم بعدها إلى جانب المحتجين وبرر النعيم انشقاقه بقيام الجيش السوري بقمع المحتجين وإنهاء حياتهم ووصف النظام بالفاقد للشرعية الذي يقوم بإنهاء حياة الأبرياء وفقاً لما قاله خلال مقطع فيديو مسجل نشر على الانترنت وبعد الانشقاق انضم الرائد المظلي إلى الجيش الحر حيث قاد كتيبة معاوية بن أبي سفيان في مدينة دمشق كما عين متحدثاً باسم المجلس وكان للنعيم اسلوباً مميزاً في إلقاء البيانات العسكرية والتي أثرت في نفوس السوريين المؤيدين للاحتجاجات في وقت مبكر من الأزمة خاصة وأنه كان ينتمي للحرس الجمهوري أحد أبرز التشكيلات العسكرية في جيش النظام ووجه النعيم اتهامات للنظام السوري حينها بمسؤوليته المباشرة عن استهداف مقر حزب البعث في دمشق وفقاً لقناة العربية وترددت أنباء بعد ذلك عن انشقاق الرائد ماهر النعيمي عن الجيش السوري الحر وانضمامه إلى المجلس العسكري حيث قالت لمى الأتاسي الناطق الإعلامية السابقة باسم الجيش السوري الحر حينها إن هناك صراعاً على القيادة في الجيش السوري الحر حيث أراد النعيم قيادة المجلس بدلاً من العقيد رياض لسعد ووجه الجيش الحر للنعيم اتهامات عديدة أبرزها لاستيلاء على مستودعات القيادة المشتركة للجيش على الحدود السورية التركية ما يعني تحكمه الكامل بمعظم الأسلحة التي وصلت إلى فصائل المعارضة عن طريق تركيا وقطر وانتقل النعيم بعد ذلك إلى الشمال السوري حيث ساهم في تشكيل لواء أحفاد الرسول الذي عمل في عدة مناطق ومحافظات سورية قبل حله بشكل كلي أواخر عام 2013 ومنذ ذلك الحين اختفى النعيم عن العمل العسكري بشكل كامل وكان آخر ظهور للرائد المنشق مطلع عام 2014 حيث ظهر في مقطع مصور وجه خلاله كلمة بضرورة مواجهة التنظيمات المشبوهة إلى جانب مواجهة نظام الرئيس السوري بشار الأسد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر